الفصل الثالث عشر معركة المصير من قصة عقبة بن نافع تبدأ أحداث الفصل مع زحف عقبة لمدينة أدنى عاصمة الزاب واقترب جيشهم منها بأميال بالنسبة لأهل أدنى قراروا بأنهم يدفعوا عن مدينتهم لآخر جندي فاحتشدوا خارج مدينتهم بأميال في منطقة تسمى وادي صهر وعددهم كان بيقدر بعشرات الألاف مقسمين لمجموعة من الكتائب كل كتيبة منها عليها ضابط من خيرة ضباط خطورة المعركة وأهميتها للمعركة ديت أهميتين الأولى بالنسبة لعقبة وهي بأنها هتحدد مستقبل جهاد المسلمين في المنطقة أما الأهمية التانية فهي بالنسبة لأهل أدنى وهي بأنهم عارفين كويس جدا أنهم أمام أحد أمرين يأما يسأروا من المسلمين ويقضوا عليهم يأما تضيع المنطقة من إيديهم للأبد بدأ الإعداد للمعركة وكان تصور أهل أدنى للمعركة مبالغا طيب إزاي كان تصورهم مبالغ للمعركة؟ بأنهم حشدوا تقريبا كل رجالتهم بالإضافة إلى أنهم حشدوا جيش من النساء طيب إي دور النساء في المعركة؟ كان مطلوب من النساء تشجيع رجالهم على منزلة المسلمين وشد عزائمهم في هذا الوقت الرهيب عقبة ألقى في جنوده كلمة تنبض بالإيمان وتتألق بالعزيمة والبأس ذكر عقبة جنوده بأن المسلمين شاركوا في العديد من المعركة وانتصروا فيها رغم قلتهم كمعركة بدر ومعركة اليرموقة كما ذكرهم بأن قلة عدد المسلمين في بداية الفتح لم تمنعهم من الانتصار على عدو يقدر بأضعفهم في العدد أمر عقبة جنوده بالصبر والمصابرة وأن لا يرهابوا كثرة العدو وكانت للكلمات دي أثر على المسلمين حيث هزت مشاعر المسلمين فجردوا أسلحتهم وانطلقوا وراءه لمدينة أدنى بالنسبة لمعسكر الروم والبربر كان بيقع على بعض أميال من مدينة أدنى وفيه كانوا بينتظروا الجيش الإسلامي ما تنساش أولد بأن المعسكر بتاعهم كان موجود في وادي سهر أصار البربر والروم بأنهم يخدوا معركة عنيفة مع العرب البربر لمحوا غبار الجيش الإسلامي بيسد الأفق من بعيد وهبصاروا بريق أسلحتهم يتوهج في الفضاء أول ما شافوا المنظر ده طف بخلدهم إيه اللي جرى للروم والبربر على أيدي المسلمين فاتزعزعت ثقاتهم بأنفسهم وأخذت الحماستهم تفطر ضباط الروم أدركوا بأن الجنود أصابهم الفزع والرعب فراحوا يبثوا فيهم الحمية ويشجعونهم على قتال المسلمين بالإضافة إلى أن مجموعة من الضباط تسللوا ناحية النساء وأمروا النساء بالنداء في الجنود بالتحفز تعالت صيحات التشجيع من النساء لجنودهم تقدموا يا جنودنا يا رجالنا يا حماتنا دافعوا عن أرضكم عن عرضكم عن أموالكم لا تكونوا لقبة سائغة للمسلمين بدأت المعركة بالتحام الجيشين في قتال مرير أظهر في هذا القتال عقبة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب أعدائه من الرعب وأبدى فيه المجاهدون كل مهاراتهم الحربية وكل ما عرفوه من فنون القتال ونتيجة المعركة كان تراجع الأعداء وفرارهم هاربين إلى مدينتهم تشيعهم صرخات النساء أما المسلمين فذهبوا خلف المتراجعين وكانت خيولهم وراء الفرين وجند الله يرمونهم بالموت ويحقون بهم الدمار ونتج عن المعركة دية بأن غنم عقبة وجيشه مغانم كثيرة بالإضافة إلى أن عقبة أنهى مقاومة البيزنطيين تماما في تلك المنطق اطمأن قلب عقبة بأن فتح البلاد الواقعة في طريقه أصبح ميسورا وطلب عقبة من جيشه أخذ قسط من الراحة قبل استئناف المسير لطنجا وكانت راحة عقبة عبارة عن أداء الصلاة شكرا لله على نعمة النصر نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر